إجراءة جديدة لسمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب تطوي إنجازات عام ونصف من السيطرة العسكرية الكاملة للتحالف على المضيق يأتي ذلك بعد نحو أسبوع تقريبا من هجوم نفذته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على ناقلة نفطية سعودية وفق رواية الرياض وبارجة حربية سعودية وفق الرواية الحوثية أعقبه إعلان من الرياض بإيقاف مرور شحناتها النفطية عبر مضيق باب المندب المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أوضح في بيان له أن قيادة قوات التحالف أجرت خلال الأيام الماضية تقيما لجميع الأعمال الإعدائية الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية والتي حذر من أنها ستتسبب في كارثة بيئية واقتصادية تضر بمصالح دول المنطقة والعالم المالكي أكد أن القيادة تتخذت الإجراءات اللازمة كافة لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 وإن التحالف مستمر في جهوده بالتنسيق مع المجتمع الدولي لحفظ الأمن الإقليمي والدولي والإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي وعلى الفور أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها لجهود تحالف دعم الشرعية والقاضي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع تهديدات الميليشيا الحوثية للملاحة الدولية ووقف مخاطر استمرار ممارساتها بدفع من النظام الإيراني وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية التي دعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لتأمين الملاحة الدولية أكثر من ثلاثة أعوام من السيطرة الكاملة للتحالف على بر اليمن وأجوائه ومياهه الإقليمية لا يبدو أنها نجحت في تغيير المعادلة وقواعد الاشتباك في جنوب البحر الأحمر بما ينهي نفوذ الإنقلابيين وخطرهم نهائيا في هذه المنطقة فالمقاربة الجديدة للوضع الأمني في هذه المنطقة الحساسة من العالم تشير بوضوح إلى أنه لا يزال بوسع الميليشيا التحرك وتوجيه الضربات التكتيكية وإلحاق الأذى بقوات التحالف ومعها الملاحة الدولية وفيما تشير تقارير صحفية إلى أن بريطانيا أرسلت وحدات من قواتها الخاصة إلى باب المندب فإن السائد على ما يبدو هو انصراف المجتمع الدولي عن الانشغال بالتطورات التي تشهدها هذه المنطقة التي يسعى التحالف إلى أن يتقاسم معه المجتمع الدولي كلفة المواجهة الأمنية المستمرة فيها حتى الآن